ما أحوجنا في هذه الأيام لهذه الآية رئيس السلام له كل المجد نعم هو مصدر السلام الحقيقي للفرد وللمجتمع وللعالم كله هو مصدر السلام للفرد من الآن يعني أي شخص من المشاهدين يشعر بالإضطراب ويشعر بالإنذعاك يوجد من قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم دم من دلوقتي؟ أه دم من دلوقتي يعني هو رئيس السلام هو مصدر السلام دلوقتي أقولك نعم هو مصدر السلام دلوقتي سلام الله اللي بيفوق كل عقل بيحفظ أفكار وقلوب المؤمنين يمكن إحنا في فترة زي ما حضرتك أشرت في إنذعاك شديد حروب اضطرابات أثقلة عند المتشككين وعند المؤمنين ليه الله بيسمح بكل هذه الأمور؟ خليني أقولك إحنا كالوبار طائفة ضعيفة نضع بيوتنا في الثخر والكتاب يكلمنا عن شخص المسيح باعتباره الثخر فهو رئيس السلام الكلام عن الوبار فكرني بمثابقة فنية اتعملت الوبار نوع من الحيونات نوع من الحيونات ضعيفة أكبر من الفار أصغر من الأرنب وبيحمي روحه في الثخر وبالتالي مفيش أي وحش مهما كانت شرفته يقدر على هذا الوبار الضعيف لأنه حط بيته في الثخر إحنا مدعوين أننا نأتمن المسيح على حياتنا وننعم من خلاله بالسلام الحقيقي يعني هون إحنا بنتكلم دكتور مش عن أي سلام المصدر هو يسوع حتى الكتاب بسميه إله السلام صحيح إله السلام ووحدة من أسماء الله في العهد القديم أنه يهوى سلام نعم وفي آفس السنين لأنه هو سلامنا يعني هو المصدر هو السلام التلاميذ هم مجتمعين وقفلين الأبواب بعدما المسيح تم تسليمه للأمم ليصلب وكانوا شعرين أنه خلاص جاي الدور عليهم لا محالة بسبب الخوف من اليهود لكن يأتي الرب في الوسط وده رئيس السلام يقول لهم سلاما لكم أشرت أنه كان فيه مثابقة فنية عاوزين من خلال اللوحات يعبروا عن السلام الحقيقي اللي رسم طفل في حضن أمه بس خلينا أقول لك حتى الأطفال في أحضان أمهاتهم في هذه الأيام الثعبة يلقون حدفهم لكن واحد ثور الوبار اللي هو الطائفة الضعيفة وكانت فيه أمواج ورياح وأمطار ووحوش لكن هذا الكائن الضعيف المحمي في الثخر إحنا مدعوين لأن نتمتع بالسلام من الآن لكن لو تتذكر في بداية الحلقة قلنا عجيبا ولدته مشيرا موته إلها قديرا قيمته هو كان مين يقدر يقوم نقدا أو جعل موت حتى لو أنت قلت لي أنه إلي قبل كده أقام ابن أرمالة ثرف الطايدة قال ليش قبل كده أقام ابن الشنامية أقول لك ولا واحد من اللي ماته تقول أقام روحه لكن المسيح لأنه إليها قديرا أقام نفسه من الموت لما قال لليهود وهم بيورو أبنية الهيكل قال لهم أنقذوا هذا الهيكل مش وأنا فيه ثلاث أيام أبنيه لكن قاله أنا فيه ثلاث أيام أقيمه وكان بيتكلم عن هيكل جثد لما قال ليل سلطان أن أضعها كيف تضعها بالموت ولي السلطان مش أن لا أضعها لكن ولي السلطان أن أخذها أيضا كيف تأخذها بالقيامة كيف يقيم نفسه الإجابة إلها قديرا فإن كان عكيبا بتكلمني عن ولدته مشيرا بتكلمني عن موته إلها قديرا بتكلمني عن قيمته أبو الأبادية بتكلمني عن وجوده الدائم الحالي مع المؤمنين هو قال ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر فذا وجوده الدائم فأرى في رئيس السلام أخيرا تكلمني عن مجيءه عندما سيجيء مرة أخرى سيحل السلام الحقيقي الناس النهاردة بتدور على السلام تعمل مؤتمرات للسلام بيدعو على أثامي بعض المدن مدينة السلام لكن السلام الحقيقي مرتبط بمجيء الرب